مياه نهر دجلة الذي يسير من أقصى شمالي الموصل حتى البصرة جنوبي العراق لم تعد عذبة نقية مثل ما كانت في الماضي فالتقارير البيئية والصحية تتحدث اليوم عن ارتفاع معدلات التلوث في هذا النهر الذي تقوم على ضفافه مدن كبيرة مثل بغداد والموصل وتحولت ضفافه إلى مكب كبير لمياه الصرف الصحي والنفايات أول شيء مقلة الماء الديجي هسه كان بالبداية التلوث قليل يعني الماء زايد كل يصعد للحجر فرق بالمتر ثاني عن الأول وهسه المجاري صارت أغلبيتها على الشاطئ كانت أوك مجاري على الشاطئ بس التصفية مالتين يقول لك موجودة يشتغل موضوع التصفية مالتين فمن يدبون ماء بالشاطمان المجاري ما يكون ملوث وعلى وفق تقارير نشرت مؤخرا يطرح في نهر دجلة أكثر من مليار متر مكعب من مياه المبازل سنويا عدى مخلفات المصانع التي تستخدم المواد الكيميوية السامة وهو ما يهدد الحياة المائية والثروة السمكية فيه التقارير تشير أيضا إلى أن 42 ألف لتر ترمى في مياه النهر كل ثانية في حين يتسبب كل لتر منها بتلوث أربع لترات نظيفة وما يزيد من خطورة المشكلة أن بعض مستشفيات العراقي تفتقر إلى محارقة طبية خاصة ما يدفعها لرمي نفاياتها الكيميوية والسامة في نهر دجلة بحسب ما ذكرته تقارير لمنظمات بيئية من باب السيف طلعت مجرى من الشواكة طلعت مجرى من ذاك الصوب صارت المجرى الكارثة مع الأعظمية مربوطة بمدينة الطب المجرى مع المدينة الطب هاي من تفتح يسوي المي أسود يعني هاي بالنسبة للتلوثات بسبب أمانة بغداد يعني أنتوا عدكم معمل تكرير برنستمية معمل تكرير المياه الملوثة فعلوا التقصير الحكومي أبرز أسباب تفاقم حجم التلوث في نهر دجلة تقصير أكدته مؤسسات وشخصيات حكومية كثيرة آخرها لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد والتي اتهمت أمانة العاصمة برمي مليوني متر مكعب من المياه الثقيلة بشكل يومي في نهر دجلة كذلك أكد وكيل وزارة الصحة والبيئة التقصير الحكومي في معالجة تلوث دجلة وذهب المسؤول الحكومي أبعد من ذلك بتحميل المؤسسات الحكومية المسؤولية الأكبر عن التلوث الحاصل في النهر تلوث المصادر المائية يوسفني أن أقول بأن أكثر من 98% من أسباب هذا التلوث تعود إلى مؤسسات ووزارات الدولة تتحمل أمانة بغداد والدوائر البلدية في عموم العراق ودوائر وزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة الكهرباء ووزارة النفط بالإضافة إلى جهات قطاعية أخرى مسؤولية التصريف المباشر إلى نهر دجلة وهكذا بات التلوث الذي ابتلي به دجلة الخير كما سماه الشاعر محمد مهدي الجواهري مصدراً لأخطر الأمراض والأوبئة بسبب سياسات بيئية حكومية خاطئة وأهمال الجهات المسؤولة التي لا هم لها اليوم سوى الانتفاع على حساب المواطن وصحته وثرواته ومياه ترجمة نانسي قنقر